السيدة محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا معي والدتي يا شيخ يعني صليتت اللسان شوية استغفالله العظيم حد يقول على والدته كده يعني ان هي افعلها ان هي عايزة تطلقني بأي طريقة بتعمل مشاكل ممكن تقعد مع جزء تخرب الدنيا بتعمل مشاكل بتديها فلوس يعني عايزة تكبرني ان انا عديها فلوس لو ما دتهاش فلوس تبقى عايزة ده علي عمال على بطال يعني ما قدرش ان انا اقول لا انا ما معيش فلوس انا مش عارفة ايه تقول لي لا ده انا ليه عندك انا مش عارفة ايه وهي اصلا ما لهاش اي حاجة عندك فانا مختصرة ليه بتقولك ليه عندك ليه ربيتني وكبرتني والحاجات دي طيب ايه تاني بقى فين سؤال بقى حضرتك انا دلوقتي مختصرة يعني انا مختصرة منها او ان انا كل ما بكلمها بتخلي قلبي كده يولع نار بتعصبني بتعمل حاجات يعني غريبة يعني بتعمل حاجات كده مش طبيعية فانا دلوقتي لو انا مثلا اختصرت منها او ان انا بقى سلام سلام بس ده هل ده حرام علي ولان انا مجبورة ان انا اديها انا مش شغالة حضرتك انا باخد مطلوفي من جوزي ومش شغالة طب اعجاب على حضرتك حاجة موحمد اولا بس عشان نبقى عارفين ان بر الوالدين ده حاجة ما فيهاش تفاوض مش هنتفاوض عليها لكن كمان فيه قاعدة تانية ان الدرر يزال يعني لو كان احد الوالدين مؤذي بيئذي انساء بيئذي ابنه بيئذي ابنه بانه هو عنده بيطالب منه حاجاته يكلفه مالا يطيق ما يستجبش الابن اللي هزا الامر فانت لما عاكيش فلوس ويابط طالبك ان انت تديها فلوس ما لا يكلف الله نفسا الا وسعاه لكن ايه وصاحب امه في الدنيا معروف لازم في الاخ خالص تعمل ايه تحسني اليها وتتعامل بيها بالحسنة طب ايه بتقول لي كلام وحش اسمع من هنا وفوت من هنا طب ايه لو قالت لي كلام وحش ارد عليها لا ما ترديش عليها طب ايه لو قالت لي كلام وحش ممكن ما اتصلش بيها عشان ما اسمعش الكلام الوحش ده اه بس لازم تتصل بيها في اوقات بحيث ما تقطعيش بينك وبينها خالص اظن الكلام واضح يعني انت ما تضرريش نفسك لكن في نفس الوقت ما تقطعهاش اللي انت سميتين الاختصار ده الاختصار ده انواع ممكن واحد يختصر يعني قاطع لا مقاطعة ما فيش مقاطعة اختصار بمعنى ان انت ما تتصلش كل يوم ما تتصلش كل يوم تلات مرات اربع مرات عشان ما يحصل لكيش الازى لا بأس بس لازم تشعري عليها وتسألي عليها لان هي امك ولازم تحسني اليها اظن الكلام واضح والمعيار واضح جدا جدا ما تقزيس نفسك بس ما تقطعهاش وتحفزي على ودها وتصبري عليها وتصبري عليها لان في الاخ خالص هي قلت كلمة والكلمة دي صحيحة ان هي ربنا سبحانه تعالى جعلها سبب في وجودك وجعلها سبب في ان هي ربتك فانت لازم تحسني اليها وابشري لما تصبري عليها وتتحملي بعض شوية شوية كلام منها كده ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويرفع درجتك واولادك يحس ان انت انسانة طيبة مش انسان ممكن يدوس على اللي كان سبب في وجوده وسايتها ربنا سبحانه تعالى كريم الكرم عظيم ترجمة نانسي قنقر